عن العلم الوهبي اللدني الذي يعلمك الله إياه ما كان من عند الله وهبا مش توهما ولذلك كان أحد الصالحين دائما كلما شعر أن الله لهمه علما من لدنه يعرضه على شيخه فيقول له لا أنت تظن أن هذا موهوب هذا مكسوب مختلط فيه الوهبي بالكسب يرجع أنت موهوم شيخه أعلى منه درجة وعنده نور إلهي إذا رأى الحقيقة يعلم هؤلاء الصالحون حتى إذا رأوا الشخص منه عارفوا مبايهرة حقيقته جوهره يرون ما فيك من نور أو ظلام سبحان الله وقدر ما فيك من نور أو ظلام ولا يمكن أن تخدعهم يمكن أن تكون أنت مخدوعا بنفسك لكن لا يمكن أن يخدعوا فيك وهم لأنهم يرون الحقائق ما يحجيب هذا اللهم علمنا من لدنك علمه أعطينا أي منك رحمة وعلمنا من لدنك علماء فهو هذا فأهل الله نجحوا أن يخرجوا من هذا العالم المريج بلهم في أمر مريج المريج المزيج الخليط كل شيء فيها خليط الدنيا كل شيء على حد قول الشاعر لذا ذات دنياك مسمومة فما تأكل الشهد إلا بسم حياتك بالهم مقرونة فما تقطع العيش إلا بهم إذا تم أمر بدى نقصه ترقب زوالا إذا خيلة الله ومن هنا أيش علامة مفستفليس أنك تقول قف يا زمن أبدا الزمن أصلا ما وقف ولن يقف ونقضنا عليه مبناه التافح هذا وإن كان يظهر وجيها إذا تم أمر بدى نقصه ترقب زوالا إذا خيلة لكن هذا في كل ما يختص بالدنيا وما هو منها وإليها أما ما كان من الله وإلى الله هذا في ازدياد بإذ الله تعالى وهذا محض محض لا ينقض بعون الله تبارك وتعالى ولا يطمحل بل هو إلى أي زيادة اللهم زدنا من فضلك واجعلنا من أهل فضلك ونورك